تجمعت العائلات بكبارها وصغارها للاحتفال بدكر ميلاد المسيح عليه السلام وعمت أجواء من الفرحة والبهجة التي تمتد لمعظم الكنائس الأرض الزكسية ليعود الجميع مع متفائلين أيضا بدخول عام جديد على الأرض السلام وبالناس المصر كلمات تتردد وسط كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين احتفالا بعيد الميلاد المجيد تجمعت العائلات المصرية بكبارها وصغارها وشبابها وبناتها ليصلوا جميعا في ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام كل سنة تبقى مصر كلها طيبة والشعب المصري كله طيب الشعب المصري كله واحد وكلنا بنعيد مع بعض أنا بعيد على صحابي وصحابي بعيد علي ببقى جواء عائلية يعني في مصر عموما أجواء العيد دايما مفرحة ودايما بتجيب خير معاها وبتجيب سعادة وبشارة بتبقى بشارة مفرحة لكل الناس وسط أجواء من الفرحة والبهجة وبعد الصلاة التي تمتد لمعظم الكنائس الأرثوذوكس يعود الجميع سويا ليكتمعوا في البيوت ويأكلوا سويا ما لذ وطاب متفائلين بدخول عام جديد كل السنة وانتوا طيبين ويا رب عيد سعيد وسنة سعيدة على كل المصريين أنا يعني بقضي العيد بطريقة بسيطة جدا يعني أنا لازم ليلة العيد في الكنيسة وبعدين الصبح بعيدة على الحبايب بنقضي العيد أول يوم طبعا في الكنيسة بيبقى مع الأحباب والأصحاب والقرائب وبنقضيه بنروح للناس الغلابة نزورهم بنشوف أي حد محتاج حاجة بنساعده وكلنا يعني بنعمل ربنا بيقدرنا عليه تأتي احتفالات عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير هذا العام الذي يوافق ميلاد المسيح حسب التوقيت القبطي الشرقي ومنها أغلب الكنائس المصرية تموحات وأمال للسلام بأن يعم العام الجديد تجدها واستحتفال المصريين بعيد الميلاد المجيد في معظم كنائس الجمهورية آملين بأن ينتشر الأمن والأمان والفرحة في مصر بشكل خاص والعالم بشكل عام كاريم بيورس التلفزيون المصري